اهلا اصدقاء قناة معمرو النهارة اليوم بجد كان مختلف تماما النهاردة انا لقيت نفسي كده مخنوقة وتعبانة شوية وزهقانة قلت لازما اغير فعلا طلعت عشان اركب خيل لان انا بحب اركب خيل جدا بلاقي متعة جدا بمركب الحصان وامشي به فانا كن قررت النهاردة الا انا اطلع واركب خيل واقضي اليوم كله وانا ايه اه راجب الخيل وكده بلاقي متعة فضيعة جدا فعلا احنا كل ما نبقوا زهقانين لازما ندور على الحاجة اللي احنا بنحبوها ونعملوها اه بالنسبة لليوم كان جميل ومستمتعة لدرجة عايزة اركب خيل كل شوية اه لقينا سبحان الله في جمال كده وفيه ارتباط بيني وبين الخيل جامد اه بذاتا ما يبقى الفرس كده نظيف وجميل وحلو يعني ويكون كمان هادي لان انا مش بحب الفرس اللي يبقى شائي صراحة اه انا استمتعت جدا رغم ان هو كان شائي بس كنت حريصة اوي اللي هو ما يجريش اه استمتعوا بحياتكم حاولوا مهما كنتم زهقانين او تعبانين دوروا على الحاجة اللي تبسطتكم وتعملوها اه دا كان بالنسبة لي يوم حلو لان انا كنت محتاجاة من زمان اه تاني حاجة بادعوكم الاشتراك في قناتي واحنا مع بعض ندور على موضعات جديدة انا بجد حبا اكون معاكم وحبا القناة تكبر بيكم وانكم تبقوا دايما معايا بقى فكاركم بقى اراءكم بتعلقاتكم انا عبامور بالظروف صعبة جدا اه ربنا واحده اعلم بيها ممكن بقى لي كم يوم معملتش فيديوهات كما غصب عني اه بتوحشوني ايو بتوحشوني وبعاوز انا ازلكوا حاجات حلوة من الطبيعة اللي انتو تعاودتوا عليها عارفة ان معظم اه مشتركين عندي بيحبوا الريف زي انا ما بحبوا دمام رغم لا انا مش قاعدة فيه بس انا عارفة ان الناس كتير بتحبوا طبعا انا بقى وعدكم ان حيبقى فيه اه فيديوهات كتير في الريف المصري بس اذروني ممكن ما عاملش الاعمال اللي بهم بيعملوها لان انا مش بعرفة بس على الاقل لحظة هو لكم حاجات جميلة فيه ويه مش عارفة انا نزلت الفيديو لليه بس انا حبيت انا اشاركم لحظة انا كنت مبسوطة فيها وهي فعلا ساعة ما كنت مقبل خير ده من الحاجات اللي انا كنت مبسوطة فيها اه اشتركوا في القناة دعموني لايك كومنتات كتير عايزة ااخد قراءكم في حاجات كتير وانتو كمان لو عندكم نصايح قدموهالي انا بستقبل النصيحة جدا بحب النصيحة بجد ايا كانت هستنىكم تكلموا معايا نحكي مع بعض هستنى اسمع قراءكم في حاجات كتير في القناة قولولي نفسكم في ايه عايزين اصور لكم ايه ايه الموضوعات اللي عايزين انا اشتغل فيها يعني انتو حابين فعلا الريف والطبيعة والخيل والحاجات ديات قولي حابين نتكلم في حاجات خاصة بالاطفال كتخصصي يعني اه انا طبعا اخصائي التخاطب طبعا اه وكمان الامراض النفسية للاطفال وفي نفس الوقت اه بحب الرحلات اه اتكلموا معايا عايزة اشوف كومنتات كتير عايزة اشوفوا قراءكم في حاجات كتير يمكن الكلام مش هيكون مناسب مع الفيديو ده بس انا حبيت ان انا اعمل فيديو صامت واتكلم معاكم اكتر لسه ما قعدتش كده قدامكم اتكلمني كتير اتمنى ان القناة تكبر عشان يبقى فيه بس مباشر عشان اتكلم معاكم وانتوا تتكلموا معايا انا بحب البس المباشر او بيبقى فيه شفافية اكتر بيبقى فيه الاراء متبادلة احسن بحس اللي انا معاكم وانتوا معايا فدعموني واشتركوا في القناة لحد يا ربي كده ما نوصل للبس المباشر انصحوني قولوا للحاجات اللي عندي الاخطاء اللي عندي وقولوا للحاجات الحلوة اللي انتوا بتحبوها انا هستنى النقد قبل الحاجات الايجابية يا ربي دايما مع بعض يلا كل سنوانتوا طيبين ما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم متاحكم واللايك متاحكم متعلقاتكم الجميلة اللي انا بستناها موسيقى 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 موسيقى